خلال كلمة له في الاجتماع الوزري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب عزم لبنان على تعزيز انتشار الجيش في الجنوب مؤكدا أن وقف إطلاق النار وإعادة الالتزام بتطبيق القرار 1701 هو أفضل من استمرار الحرب وأضاف أن السلطة الشرعية الوحيدة في جنوب الليطاني هي للحكومة وأنه لا يجب أن يكون هناك سلاح في الجنوب إلا بموفقة الحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أن الفرصة متاحة اليوم لعودة الجميع إلى كانف الدولة وأن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير وعبر عن أمله في أن يجتاز لبنان المرحلة الصعبة بأسرع وقت ممكن ويتوصل إلى وقف لإطلاق النار وينفذ القرارات الدولية كما قال ميقاتي أن الأساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وإلا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر